اهلا محضرتكم فلد امام الاستاذة هيام يعني بعد سنين طويلة الزوج بيشك والزوج بسبب البيت وطلاء وحاجات كده تعمل ايه الاستاذة هيام بتقول انه هو مغادر البيت من 8 سنوات صبرت عليه 45 سنة بعد يجي طب عليها وده مسألة مؤلمة جدا بالنسبة للمرأة انها تتهم في عرضها او انها تكون محل هذا الشك وهي بريئة وكذا الى اخري فهو تصرفاته تنم عن انه يعاني من مشكلة تحتاج الى علاج لكنه لا يعترف بها ولذلك فلا يتعالج منها ثم ان الزمن يتأخر يعني لو فرضنا انهم اتجاوزوا عندهم 25 سنة يبقى عنده 70 لغاتي من فهم وفوق انا انصح في هذه الحالة ان ان ترسل اليه ولو الاولاد انت طلقتني ولا مش مطلقني واذا كنت طلقتني لازم تثبت ذلك عند المأذون واذا لم يثبت ذلك عند المأذون فتطلب الطلاق عند القاضي انا انصح بهذا اذا تحامقه ولم يطلق عند المأذون تطلب الطلاق عند القاضي والقاضي يطلقها فورا بهذه الحالة لان الرجل فيه مشكلة فيه مشكلة فالاستاذة ناهد بتسأل عن اللوامة نفس اللوامة لا ان نفس اللوامة بتقرع صاحبها وتجومه حتى ينتقل الى النفس الملهمة والنفوس سبعة اولها الامارة بالسوق ان النفسة لامارة بالسوق فالامارة هي اللي وحشة هي اللي بتؤمر بالسوق ولكن تقدر تؤمر بالسوق لغاية ما يقومها فتتولد النفس اللوامة اللي هي نمرة اثنين نمرة ثلاثة النفس الملهمة فالهمة يعني ربنا سبحانه وتعالى رجدها والهمها الضلال الرجل والضلال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكها وقد خاب من دسها فالنفس الملهمة دي بتبقى منكشف لها الطريقين تماما ولذلك بتميل الى الخير وفعله بعد ذلك النفس المطمئنة بتستقر بقى على ما فعلته من خير في النفس الملهمة ثم بعد ذلك تكون راضية ثم بعد ذلك تكون مرضية وبعدين تكون كاملة نعم فالنفوس كانت تكلم اولياء الله يعني من القرآن ومن السنة ومن مجمل للشريعة على سبعة اقسام الامارة اللوامة اللوامة دي بتامده بتلومه على ما يقع فيه من الخطيئة فيرجع لان اللوامة داتل وبنسميه تأنيب الضمير فمرحلة اللوامة وان كانت من المراحل المتقدمة لانها رقم اثنين فقط الا انها بدأنا في رضا الله سبحانه وتعالى بتقول فده معناها السيد محمود بيقول هيئة الذكر الاداب لا نهاية لها والاداب بتبين حالة الانسان مع ربي لكنها اداب فلو ان احنا كده تكلمنا عن الاداب قد يقدر عليها احدهم ويظن التاني انها شروط ويام الشروط دي اداب فقط فاحنا هنقول للسيد محمود بعض هذه الاداب وبقيت المستمعين ما لهمش دعوة بيها ما يعملوهاش ما هياش شرط من ضمنها قال لا يسند ظهره انه يقدر ما يسندش ظهر طف في ناس عندها دسك وفي ناس بتقدرش ومش متعودة يسند ظهره اده مش متعود ده احنا بنكلم محمود اللي هو عايز يكتهد اه بنكلم محمود لكن مش بنكلم بقيت الناس اسندوا ظهركم مرتاحوا وذكروا كده وانتوا حلوين وكل حاجة جميلة حلوة لكن يا محمود عايز انت بقى تقامل حاجة برنامج البرنامج لنفسك ما تسندش ظهرك وراحوا قالوا ايه حتى في الكتب الصوفية القديم قال لا يسند ظهره الا باذن شيخ يعني حيات زي كده فاذا ده هو ده وارد في القرآن وارد في السنة لا ومالهو ده ايه ده اداب زي زي الاداب بتاعة الماء ده يقولك المعلقة ما تشربش بيها الشربة هو ده وارد يعني في السنة المعلقة ما تشربش بيها الشربة لا بس الادب كده بحيث انك لما تاكل بيها الرز في مجتمع الانجليزي يستعيبوك لكن ما فيش حاجة في الشريعة بتلزمك انك ما تاكلش بيها الرز زي ما جمهور المصريين يتعود واخد بالك او تاكل حتة الفرخة بيدك وجايز ولكن الاتيكيت الانجليزي بيقول لا طيب احنا ما انهو ما للانجليز احنا عايزين نشوف ظهر العامة ومشايخ بتوع المسلمين عبر القرون بيقولوا انه من الاداب اللي شعروا بيها ماهيش موجود انه مايسنتش ظهر وما يمدش رجله تجاه القبل ويبقى لابس حاجة كان النبي بيحباه اللي هو البياض طب يعني لبس طب انا عندي جلبية يا سود اعمل ايه احنا مش بنقولك انت احنا بنقول للسيد محمود اللي عايز شوية اداب كده في هيئة الزكر وكمان يا سيد محمود ما تلزمش بيها غيرك دي شغل المشايخ اللي عارفين تربية الاولاد امت دي وامت دي ويديقه امت ويوسعه امت دي تربية لكنها لا هي وردة في الكتاب ولا هي وردة في السنة علشان تبقى شريعة علشان نتمثل بيها ونأمر بيها وننصح بيها انما هي برضو حاجات حلوة الناس جربوها فوجدوا الزكر اعلى واقر في القلوب منهم من ضمنها في هيئة الزكر ايضا انه بعد ما يذكر ما يشربش مية ما يشربش مية تلت ساعة ليه؟ علشان حرارة الزكر تنعقت في القلب جيبها منين؟ من التجربة الزكيرة الناس اللي بتذكر جامل وشربت مية كأن المية طفط الحرارة دي حرارة اليمان وليماش شربتش مية اخوة بقى نابتة يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اللطافة بقى اللي كان بيتكلم عليها الدكتور حسن خاليا معناها ايه كذا الى اخير قالت لا يزال لسانك ربا بذكر الله رطب طب هون ما بيبقاش رطب ده بيبقى نشف من الزكر لما تعتك كتير تبقى عايز لك بقق مية علشان تفوق لح تريقه نشف من كتر الكلام لكنه سمها هو صلى الله عليه وسلم رطبا يبقى معناته ايه قال رطبا تستغني به عن الماء فهو بيشر لك بس بطريقة بعيدة عن انك انت ما تشربش المية لا اثناء الزكر ولا بعد الزكر بتلت ساعة الله وقاله زي ايه قاله زي فهمت امام الشفعي لما بيقول لخلوف فم الصائم احبه عند الله من ريح المسك احش ولا لا اه طبعا ريحت وحش لكن بيقولك ما تستعملش فرشة الاسنان بعد الظهر نعم وانت صائم نعم جيبنا من الكلام ده يا صديد الامام الشافعي قال جايبها من حديث البخاري اللي هو ده هو دخلو فهم الصائم نعم يعني المدام احب عند الله من ريح المسك بتزيله ليه خليه ومدام الجفاف ده احب عند الله وانه رطب بتزيله ليه بالمية ما تخليه جميل وان وراء هذا فلما جمج جربوا السنة على هذا الوضع قالوا انه ده فعلا ياولاد ده بينعقد البتاع ومالتاني يقوله ومن قال لك فين الحديث فين الآية وهدي الفرق بين الفهم العلمي المزبوط المنقول عن المشايخ بالبركة بتاعته وبالاتصال والفهم بتاعه وبين النبيت اللي عايزين ياخدوا ظاهر الأمور ويجروا فيريقوا بذلك الدماء نعم احنا في ورطة يا سيد عمر ان هؤلاء الناس ارادوا ان يفصلوا النصة عن معنى النص ثم يتلعبون بما شاءوا في معناه ولذلك احنا هنفضل نعلم الناس لغاية ما ترجع مرة تانية للحلاوة والجمال والحاجة الحلوة لسبهلنا رسول الله وارادوا اطفاء نوع الله ولكنهم لن يتمكنوا برك الله فيك أستاذ مؤمن بيقول الشقة اللي عليها ديون من الميراس طبعا لانه جزء منها هو في الميراس بس انا شميت من كلامه ان العيال اللي عايزة البنتين ياخدوها وهو متنازل ما فيش مانع بعض الناس بيفتكر انه لما يتنازل ما ينفعش لا يتتنازل ان شاء الله تتنازل عن ميراسك كله وتسيبه للبنتين ما فيش مانع فاذا اولا هي من الميراس ولكن يجوز ليك يا سيد مؤمن انت تتنازل عنها صحيح وبيقول ان في حديث وراء يهودي فتعالى فاقتلوا اخرجوا مسلم والحديث صحيح زي الفن بس احنا بنقول احنا ما بنعتديش ضحنا المعتد علينا وقد كان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذب الكيان الصهيوني يحتل ارضنا ويضرب ابناءنا ويقتلهم وينتهك الاعراض وياخذ الاموال وفي يوم من الايام ستحدث هذه المعجزة بان يحارب الفلسطينيون اليهود وغير الفلسطينيون من المسلمين حتى ان الحجر ينطق والشجر ينطق الا الغردق الحديث الا الغردق اللي هي عندنا لابناها سمناها غرقدة غردقة الغردقة دي بتاعتنا هي كان مزروع فيها شجر الغرقد مدينة الغردقة ايوه بس القف قبل الدال ودي الدال قبل القف هي هي مدينة الغردقة سميت بذلك لانها كانت تزرع فيها الشجر ده شجر الغردق شجر الغردق ده ورقه ميال البياض كده وطوله مترين تلاتة وشجر والورقة مدببة ويمكن فيها شيء من العطر بسيط كده فانه من شجر اليهود ايه ده فلما هنشوف الحاجات دي ومنقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق في كل حاجة فلما دي هتيجي هتيجي الاهلها يعني الحديث ده للي هيشوف بعنيه ذلك القتال ويسمع بأذنه نعم كلام الجمادات ثم يرى انشغر الغردق طيب احنا بقى هو طبعا هيقوم ناس ويشككوا في الحديث وهو اخرج ومسلم وهو صحيح وسيحدث كما حدث وغيره تعالى عند اليهود بقى بيزرعوا الضفة الغربية دلوقتي وكلها غرقد لانه عندهم الخبر ده ان الغرق ده يحميهم يستخبوا وراء شوف ايمانهم بالنصوص وشوف ايمان بعض المسلمين بالنصوص ولكن عموم المسلمين مؤمنين بالنصوص وسيصدون يؤمنون بالنصوص ممكن نتحول بعض الاسئلة في الاسم اس في عجالة رقم اخر اتنين وعشرين بيقول هل يجوز للزوج تغسيل زوجته او العكس وهل يجوز دفن الزوجة والزوجة معا بمقبرة واحدة لا بلاش وده محل خلاف بين الفقهار في الغسل السيد علي عليه السلام غسل السيدة فاطمة عليها السلام فسيدنا علي رضي الله وطعالى عنه وكرم الله واجه غسل السيدة فاطمة عليها السلام فاخر بعضهم بالجواز لكن الجمهور على انه لا يجوز نعم فخلينا معاه ما ملجأش اليها الا عند الحاجة نعم الستة موجودة وما فيش اللي زوجها هو اللي موجود في البلد ولا وكذا فساعتها نقلت سيدنا نعم طيب بالنسبة للدفن يعني هل يجوز الدفن في مطارق الحنفية اجازوا الدفن المختلط نعم ولكن الجمهور ما اجازها للاتباع ايه الاتباع ده معناته انه الصحابة كانت بتعمل كده او ده انهم بيفصل فاحنا مازلنا بمفصل الى الام لكن بعض الاشياء خاصة من يتمسك بالمذاب الحنفي ما زال يترم بارك الله فيكم فالطمام ازاكم الله خيرا شكرا شكرا ونرى الفضلتك ان شاء الله واسهد المشاهدين باذن الله على كل خير يوم السبت القادم الى اللقاء